بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة للتعاوم مع المكتبة المركزية للكتب الناقفة أن تقدم لكم هذه المات تفسير سورة الحشر لجنكثير قراءة أحمد وزد تفسير سورة الحشر وهي مدنونة الصفقة الثلاثون والخلات مئة وكان ابن عباس يقول سورة ابن النظير قال سعود بن منصور حدثنا هشيم عن أبي دش عن سعيد بن جبير قال كنت ابن عباس سورة الحشر قال انزلت في ابن النظير وعاذ البخاري ومكتما من وجه آخر عن هشيم به وعاذ البخاري من حبيث أبي عوان عن أبي دش عن سعيد بن جبير قال كنت ابن عباس سورة الحشر قال سورة ابن النظير بسم الله الرحمن الرحيم سبخ لماه ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الخكيم هو الذي أخرج النبي مكفر لأهل كتاب بيه لأول حشر لأول حشر ما ظنانتم أن يفهدوا وظنوا أنهم ما نعتهم خسور من الله فأتاهم فأتاهم من الله فأنت لن يحتفل ويقالف في قلوبه المرحاب يخربون بيه لأول مرحاب يخربون بيه لأول مرحاب فاعتذروا لأولي الأبصار ولم لا أن كفد الله عليه من جماء لعذبهم لعذبهم في الدرما ولهم في آخرة عذاب والنار ذلك بأنهم شاء قلناها رسولة ومن شاء قل الله فإن الله شديد العتاب ما قطعتم دينة أنت وقتموها قائمة على أسولها فبإذن الله وليخزي بالتواسكين يخبر تعالى أن جريم عماك السماوات والأرض من شوء يصبح له ويمدهه ويقدفه ويصبه له ويرحصده فقاله تعالى تصبح الله السماوات السبع والأرض وما فيهم وإن سوء الأم لا يصبح بحلده يلاك لما تفقهون تسبيحهم وقوله تعالى وهو بعض من أي منوع الجماد الخكيم في قدره وشرف وقوله تعالى والذي أخرج الذي مفقه من أهل الكتاب وعن يهوذ دن مغير قاله ابن عبداتنا مجاهد وزهري وعيد واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعقب من النبينا فأجنهم وأعطاهم عهدا يذين على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه فمن تعدل عهدا الذي كان بذنهم يذنه فأحمل الله بيهم دأسه الذي دعا ربنا وأنزل عليهم قدراءه الذي لا أشب فأجنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من حسينهم الحصولة التي ما طمع فيها المسلمون وظنوا أنهم مانعتهم من دأس الله أي عنهم فما أهن عنهم من الله شيئا وجاء أهن من الله ما لم يكن بدالهم وسيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجنهم من المبيلة فكان منهم طائفة ذهن إلى أذرعات من أعاد الشام وهي أرض المنشع والمنشع ومنهم طائفة ذهبوا إلى خذة وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما خملت إذرهم فكانوا يخربون نوت ضيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم فلهذا قال تعالى يخربون ضيوتهم لأيديهم يا أعزي المؤمنين فاعتبر ريائم ألصى أي تفكروا في عاقبة لن خالف أمر الله فخالف رسوله وكذب تتابه ولف يحض به من دأسه ليخزي له في الدينة مع مانا الضخيره له في الأحيرة من العذاب الأليم قال علي البعويد خدثنا محمد بن جاوب ياسف سعب خدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الظهرين عن عبد الإحنام بن كاعب بن عالك عائد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريس كتبوا إلى بن أبي ومن معه ومن كان معه يعيب العثام من الأوت والخزرد وأشهر الله صلى الله عليه وسلم ومهد من النبيب قبل أزعى تبدي إن كن أبنوت صاحبنا وإما نقسم بالله لنقاتلهنا أو لنخرجنكم أو لنشيرن أولوكم بأجناعنا حتى مقتل لقاتلتكم ونفسهم نساءكم فلما بلغ ذلك عبد الله بن عبد ومن كان معه من عددة الأيثام قد معه لقتكام النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقمه فقال فقد بلغ عائد قريش منكم المدال ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به لأنفسكم من دون أن يقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فلما سنعوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحرقوا فبرغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد عقعة بجر إلى اليهود إنكم أهل الحلقة يحسرون وإنكم نتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كهة وكذا ونرحل بالمنها ودلنا خذ النسائق فيه وهو الخلاخين فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بل النبي بالرد فأصدرنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه وثلاثين ردنا من أصحابه ليخرج إليه وثلاثين خبره حتى ملتقوا بالمكان النفس وليسمع ليه فإن فدقوك وأعلنوا بك فأأمون بك فلما كان الرد رضى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب فحسرهم فقال لهم إنكم الله لا تؤمنون عنه إلا بعهد فعاهدوني عليها فأموا أن يعطوه عندهم فقاتلهم يومهم ذلك ثم رجع من الغد على دن كريبا بالكتاب وتمك دن النبي ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فنصح عنهم ورجع إلى دن النبي للكتاب فقاتلهم حتى منذلوا على الجلاء فجمت دن النبي لله فاحتملوا ما أقمت الأدري من أمتعتهم وأبواب بيوتهم فقف بها وكان مخلقا مبير برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها فخصه بها فقال تعالى فما أفاء الله على رسوله فما أفاء الله على رسوله منهم فما أودفتم عليه من خير ولا بكار نقول بعيدة تال فعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها بالمهاجرين قسمونه بذنهم وقمت منه لعدلين من الأنصار فكائل ذوي خاضر ولم يقصد من الأنصار غذعهما فضعت منه صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أين دني خاطمة والمنكر منحص غزلة دن النبي على وجه الاختصار وبالله المستعان وكان سبب ذلك فما ذكره أصحاب المغازية السيعة أنه لما قطب أصحاب بيئ المعينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادي الله عنهم وكأنه سببين وأفلت لهم عمر جرمية الدمارين فلما كانت الأثناء الطريق راجعا إلى المدينة قلت رجلني من بني عامر فكان ما عندنا عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان من معلم به عنه فلما رجع أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قتلت رجلين لعيذينهما وكان بين بني مرير ودني عامر حيث نوعه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني مرير ليستعينهم في بيئة ذلك رجلين وكانت مناظر بني مرير غافرة المدينة على أنواع منها شرقيها قال محمد بن إصحاق بن نساء في كتابه السيرة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني مرير واستعينهم في بيئة ذلك القتلين من بني عامر الذي قتلهما عامر بن أمية حضا مريض لانجواء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقد لهم فيما حدث من وزيد بن ريمان وكان بالمدان المضيء ودني عامر عقد وحد فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتعي لهم في بيئة ذلك القتلين قالوا نعم يا أبا قاسم معينك على ما أحبت إما استعنت بنعريه ثم خلق معظم لباع فقال إنكم من تجد الرجل على مثل حيانه هذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدان من بيتهم كان الرجل النعر على هذا البيت فيلقى عليه سخرة كي يريده ماميه فانتجد لذلك عمر المزخاش المتعب أحدهم فقال أنا لذلك فصعد يلقى عليه سخرة كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم في المفر من أصحابه فيه الأبي بكر وعمر وعلي وعضي الله عنهم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء إما عاد القيم فقال وخرج راجعا إلى المدينة فلما استنفث مليه صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه فلاقوا رجلا مقبولا من المدينة فسألوه عنه فقال رأيته يدخل من المدينة فأكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليه فأحبارهم الخبر لما كانت يريد أرابة من العدر به فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهم إلى حربهم والمسيح إليهم ثم صاره متعنول بهم فتحسنوا منهم في الحصول فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل والتحريق فيها فأنا دائد أيها محمد قد كنت تنمع عن شساد في الأرض وتعيده على أن يصنعه فأمر ذلك قطع النخلية تخريقها وقد كان أرقل من بني عائف بن الخضر بم عبد الله بن عبي بن سبيل ويبيعه ومالك بن أبي قوقل وسويد فباعث قد دعتوا إلى دن مليه أن يصبتوا يتمنعوا فإن ما لمس إنكم إن كنتم قاتلنا معكم وإن فردتم فردنا معكم فقربصوا ذلك من مصر فلم يفعلوا وقودت في قربهم الرئيس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذليهم ويكفت عن جمائهم على أن لهم ما خمرت الأمر من أموالهم إلا الحرقة ففعلوا كاختمل من أموال مما استفققت به الأمر فكان رجل منهم ومجم بيته عن إيجاح بابه فيبعوه على ظهر بعيره فينطرق به فخرجوا إلى خيبر ومنهم من صار إلى الشام فخله الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت برسول الله خوصة يبعوها حيث يشاء فقسمنا على المهاجرين الأولين دين الأنصار إلا سهل بن حمره وأبا بجانا سمات ابن خرشة ذكر كقرا فأعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يسلم من بني النبي إلا رجلان يأمين بن عمر ابن كا عم عمر بن جحاش وأبو سعد بن واهد أسلم على أموال بنا فأحرزاها قال ابن إسحاق وقد حدث من بعض آل يأمين أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمين ألم ترى ما لقيت من ابن عمرك وما هم به من جأني فجعل أمين بن عمر ورجل جعله على أن يقتل عمر بن جحاش فقتله فيما رجعهم قال ابن إسحاق ونزل في بني النبي سورة الحسد بأسلها فهكذا روى يومت بن بكير عن ابن إسحاق بمثل ما تقدم فقيله تعالى هو الذي أخذ الذي مفتر من أهل الكتاب يعني بن النبي من ذيه أجول الخش قال ابن خاتم خدثنا أبي خدثنا ابن أبي عمر خدثنا ستلا عن أبي سعد عن أكرمة عليهم عباس قاعد من شك في أن عرض المحشر هو هنا يعني الشام كم يقرأ هذه الآلة هو الذي أخذ الذي مفتر من أهل الكتاب من أهل الخش قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرده قال إلا أهل قال إلا أردين محشر فخدثنا أبي سعيد الأسد خدثنا أبي إرسامة عن عرف عن الحتم قال لما هدر رسول الله صلى الله عليه وسلم نادم المضيع قال هذا أجول الحشر وأنا على الأشعر وراغب دلي عن بنبار عن ابن أبي عبد عن عرف عن الحسن وقيله ما ظننتم أن يخرجوا أي في مدة فصارق لهم وقصرها وكانت ستة أيام مع شدة فصارق لهم ومنعاتها ولهذا قال تعالى فظنوا أنهم من ومعتهم فصورهم من الله فأتاههم فأتاههم الله من حيث لهم احتسبوا أي جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال وما قال تعالى في باعة الأخرى فإن كرى الذي من قبلهم فأتى الله بلا لهم من القوائد فقر عليهم السحف من فوقهم وأتاههم من العبال من حيث لا أشعرون وقيله تعالى وكاد في قليبهم الضعب فإن خيط الهدع والدزع وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد اقصر منه الذي منطر بالغرب مسيرة شهد صلوات الله وسلامه عليه وقوله يقرد نبي تهي بأيديهم وأيديهم قد تقدم تبسير ابن إسخاق لذلك وهو نقض ما استحسنوه من سقوخهم وأبوابهم ويتخملها على الإبل وكذا فقال عروة ابن جمير وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وعير راحب وقال مقاتل ابن حنيان كان رفو الله صلى الله عليه وسلم يقاتلهم فإذا ظهر على درد أو دار رد محيطانها ليتكع عن مكان الاغتتال وكان اليهود إذا عانوا مكانا أو عمدوا على دار أو دار نقضوا من أبدان وثم حسنوها ودربيها يقول الله تعالى تعتبر يا ابن 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 وقوله ولو لا أن كتب الله عليه من جلاء لعذبهم في الدنيا حسنوها وأن من كتب الله عليهم هذا الجلاء فهي النفس من ديارهم وعنوالهم لكان نفسهم من الله أعذاب آخر من القتل والسد ونخر ذلك قال من الزهري عن عريم والسد وابن زيد لأن الله قد كتب عليهم أن من سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعبرهم في الدار آخر من العذاب في مارجه النبي قال ابن أبي خاتم خدثنا أبي خدثنا عبدالله بن صالح خاتب الليس خدثني الليس عن عقيل عن سهار قال أخبار من عريم ابن الزبير قال ثم كانت وقعت بني مبير اليهود على رأس سكة أكثر من وقعة بدر وكان منذورهم بناحية من النبيهة فحاصرهم رسول الله صلى الله وآله حتى نزلوا على الجلاء وأن لما أقبت الإذن من الأموال والأمتعه إلا الخلق وهي السلاح فأجناء رسول الله صلى الله وآله قبل الشام قال والجلاء أنه كتب عليه جياء من التوراه وكاهن من صد لن سبهم الجلاء قبل مع رسول تعليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنجل الله فيهم سبح الله ما في السماوات وما في الأرض إلى قوله وليخزئ الكاسقين وقال حكيمة الجلائب القتل وفي اللواية عنه الحماء وقال كتبه الجلائب حريض مات من البلد إلى البلد وقال الدخات وجلائهم من الشام وأعطى كل ثلاثة بعيرة وثقاء فهذا الجلاء وقد قال الحافظ أبو بكر البيضاقين أخبرنا أبو عبد الله الخافظ أخبرنا أحمد بن كامل القادي حدثنا محمد بن سعيد العقيد حدث المؤدي عن عمي حدث المؤدي عن جدي عن إثنى عباس قال كان النبي سلم وقد حاصرهم حتى دلغ منهم كل نبلغ فأعطيه ما أعراد منهم فصالفهم على أن يفكم لكم جماءهم وأن يخرجهم من أرضهم ومن ياليهم وأعطانهم وأن يتسيرهم إلى أذرعات السهم ودعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وشقاء والجرائب إخراجهم من أرض إلى أرض أخرى وإلى أيضا من حديث يعقوب بن محمد الزهول عن إبراهيم بن جعفة عن محمود بن محمد بن مسلم عن أبيه عن جده عن محمد بن مسلم كانت عن رسول الله صلى الله وعليه ودعثه إلى دم النظور وأمره أن يؤجدهم في الجراء ثلاثة أيام وقوله تعالى ولهم في الآخرة عذاب النار أي حتما لازم لابد لهم وقالبوا تعالى ذلك بأنهم شاء الله ورسوله أو إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين لأنهم قالت الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رفعه المتقدين في البشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبنائهم ثم قال وَمَنْ شَاءَتْ لَهَا كَأَمَّا لَهَا شَبِيدٌ عِقَابٌ وقوله تعالى ما قطعت لينة أو تركت لها قائمة على إسرلها فإذن الله وليخز الفاسقين المين نوع من التبر وهي جيد قال أبو أبيضة وهو ما خانف العجوة والبرمن من التمر وقال وقال كثيرين من المكسلين أن لينة ألوان التن في العبية قال ابن جميع هو جميع النخ ونقد عن مجاهد وهو البويرة أيضا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصره أمر بقطع نخلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعادا لقلوبهم فأرى محمد بن إسخاف عيديد بن ريمان وقتاده ومقاتل بن حيان أنه قال فبعث لهم قهده يقولون لرسول الله صلى الله وعلي وإرهاب إذن تتنهى عن الفساد فلا دارك تأمر بقطع الأشتار فأنذر الله هذه الآية الكريمة أي ما قطعتم من بلهة وما تركتم من الأشتار فالجميع بإذن ونسيئته وقبل وفيه نكاية بالعبي وخزل اللهم ويرغام لأمو فيهم وقال مجالد ماذا بعد المهاجرين وماذا عن قطع النخ وقال إنما هو مغان مدين مسلمين فمثل القرآن بتصديق من نهى عن قطع وتحليل من قطعه من الأسل فإنما قطعه وتركه بإذنه فقد غير نخ هذا مكي عن فكان النسائل أخبرنا حسن بن محمد بن عثان حدثنا حف بن ألاف حدثنا حبيب بن أبي أمر عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله ما قطعتم ما قطعتم من مدينة أو تركتم قائمة على أصول ها فبإذن الله يخزن الفاسقين قال وَأَنْ وَأَنْ قطعنا قطعنا وَأَنْ 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 أَنْ 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 يَهُودَ المذينة كلهم بَنْ قَيْمُطَاع وَهُمْ رَيْد عبد الله بن سلام ويهود بن الحائفة وكل يهود بن نبينة ولهما أيضا عن كتيبة عن النش بن سعر عن نافة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل به النبي وقطع وهي البريرة تأنزل الله عز وجل فيه ما قطعت من بيمة أو تركتنوها قائمة على أسولها فبإذن الله واليخزي التاسقين والمقارير أخذهم نبراية دويرية ابن الأسباء عن ناشع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل دم النذور وقطع وهي البريرة ولها يقول حسان بن خابت رضي الله عنه وهان على سراط بن لأي حريق بالبريرة مستقير فأجابه أبي سفيان بن الحارش يقول أجاب الله ذلك من سمعه وحرقت مع أخيها السعير ستعلن وأيلا منها بن رزهم وتعلم أي يا أعراضينا نظير كذا رأيه البخاريدي ولن يذكره ابن إسحاقة وقال محمد ابن إسحاقة وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء ابن النظير وقتل ابن الأشرف لقد خزيت بغضرتها الحذور كذلك الدهر ذو صرف ودير وذلك أنه شفى برب عظيم أمره أمرا كبير وقد أوتوا معا كذما وعيما وجاههم من المراضي المدير مدير صادق أدى كتابا وآيات مبينة تنير فقالوا ما أموت بأمر صدق وأنت بمتر يمنا جديد فقال بلى لقد أدنت حقا مصدق من به الفهم للخبير فمن يتبعه يذكر كل رشد ومن يكفر به يذكر الكفور فلما أشرب غدرا وكفرا وجددهم عن حق يكور أرى الله النبي برأي صدق وكان الله يحكم ما يدور فأيده وسلته عليهم وكان نصيره نوع من نصير فعود رميهم كعب صريع فذلت بعد مصرعه النصير على الكثير كن وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور بأمر محمد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب نسير فمن أكره فأنزله بمكر ومفنود أخو ثقة جسور فتلك من المدين بجاء شوء أباده لما بترى من المدين ودافأتهم في الزف زهوى رسول الله وهو بذن بصير وغسل القناة مازروه علم أعداء وهو ذن وزير فقال السلم ويهكم فصدوا وحالف أمرهم كذب وزهور كذا يقول رب أمرهم وبال لكل ثلاثة منهم بعير وأدلوا معامدين لقيم قاع وهو در منهم نخل ودور من فضلك تابع بقية المادة قال وكان مما قيل من الأشعار في بم المضير قيل ابن القيم العبسي وعيقال قالها قيس بن بحر بن طريف قال بن نشان الأسبعين أهلي فداء اللوغ غير هالك أجم اليهود بالحسن المذني يقيلون في جمر الأباه وبدلوا وهيض عيبا بالودا المكمني فإن يتظن صادقا بمحمد يرى خيله بين الصلا ويرمرن يأم بها عمر مبكسة إنهم عدو ولا حي صديق كهجري عليهم أغطان مساعير في الوغى يغزين أطراف الوشيج المكوّم وكل رفوط السفراتين محمد تورث من أزمان عاد ودرهم فمن مبلغ عني قريش رسالة فهل بعد من في المجد من متكبر بأن أخاكم فأعلم المحمد تبيض النبى بين الحجم وزنزم فديم مبلغ الحق تحسن أموركم وتسلم المدين إلى كل معظم مبي فلا فتخ من الله رحمة وما تسأليه أمر غيب مرج فقد كان في بذر معم أفرة لكم يا قريش والقليب الملمن غدا فأتى في الخزردية عامدة إليكم مطيعا بالعظيم المكرم معانا بروف القدس ينكي عدوه عسولا من الرحمن حقا بمعنان رسولا من الرحمن مثل كتابه فلما أمار الحق لم يتنعثني أرى أمره يزداد في كل موطن عليا لأمر حمه الله محكم وقد أورد ابن إسحاق رحمه الله هذنا أشعار كثيرة فيها آباب وملاهب وحكم وتفاسوب للقصة تركنا باقيها اختصارا واكتفاءا بما ذكرناه ولله الحمد والمن قال أبو إسحاق كانت وقعة بن النظير بعد وقعة أحد وبعد بئر معونه فحكى البخاريج عن الزهرين عن عروة أنه قال كانت وقعة بن النظير بعد بذر بستة أشهر وما أفاء الله على رسوله منهم فما أجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلت رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فب الله والرسول والد القربى والوتامى والمساكين وذن السبيل كي لا يكون دولة بين الأعمياء منكم وما آتاكم الرسول ففضوه وما لهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب يقول تعالى مبينهم ما التلئه وما صفته وما حكمه فالخيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خير ولا ركاب كأموال بني النظير هنا به فإنها مما لم يجف المسلمين عليه بخير ولا ركاب أي لم نقاتل الأعباء فيها بالمبعزة والمصاولة بل نظر أولئك من الوعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هدفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاءه الله على رسوله ولهذا تصرف فيه كما شاء فرده على المسلمين في وجوه الجر والمصالف التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات فقال تعالى فما أخاء الله على رسوله منهم أي منهم نظير فما أوجهتم عليه من خير ولا نكار يعني الأذن ولكن الله يسلق رسوله على من وشاء والله على كل شيء قد أي هو قدير لا يغالب ولا يمانع بل هو القادر لكل شيء ثم قال تعالى ما أخاء الله على رسوله من أهل القرى أي جميع البلدان التي تفتح هكذا كحكمها حكم أموال بل نظير فلهذا قال تعالى فلله على الرسول ورد القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل إذا آخرها والتي بعدها فهذه مصائف أموال الخير ووجوه قال الإمام أحمد حدثنا سكلان عن عمر ومعمى عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدسان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النبي مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف المسلمون عليه بخير ولا رتاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته وقال مرة كنت سنته وما ذاته جعله في التراع والسلاف في سبيل الله عز وجل هكذا أخرجه أحمد هاهنا مختصرا وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن مادة من حديث سفيان عن عمر بن دينا عن الزهري به وقد رويناه متذلا وقال أبي داريود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يخي بن فارس المعنى واحد قال حدثنا بثو بن عمر الزهراني حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاد عن مالك بن أبس قال أعصب إلي عمر بن الخطار رضي الله عنه حين تعالى النهار فجئته فقابته أبيان سمي على سرير مخضيا إلى مالك فقال حين دخلت عليه يا مال إنه قددت أهل أبيانك من قومك وقد أمرت فيهم بشيء فقسم فيهم قلت لا أمرت غيري بذلك فقال خذه فجاء أبو يغفى فقال يا أمير المؤمنين هل لك في أثماء ابن عفان وعبد الرحمن بن عود والزبير بن العوام وصعب بن أبي وق each قال نعم فأذن لهما تدخل ثم جاء أبو يغفى فقال يا أمير المؤمنين هل لك في العباس lídio علي قال نعم فأذن لهما يتدخل فقال العباس يا أمير المؤمنين يقضي بينهم وغيرهم هذا يعني عندي فقال بعضهم أجل يا أني ربني يقضي بينهما وارحهما قال هالك المؤس خذوا لألي أنهما قدم أولئك النفر لذلك فقال أمر رضي الله عنه اتأذ ثم أقبل على أولئك الوقت فقال أنشدكم لله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورف ما تركنا سبقا قالوا نعم ثم أقبل على علي والعباس فقال أنشدكم ذلك الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورف ما تركناه سبقا فقال نعم فقال إن الله خص رسوله بخاصة لن نحس بها أخلا من الناس فقال تعالى وَمَا أَخَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مُخَيْرٍ وَلَا نِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلُّكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلُّكُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ وَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ فَكَانَ اللَّهِ تعالى أَفَاءَ عَلَى عُفِرِهِ أَمَّا لَبَنْ مَدِيرٌ فَوَاللَّهِ مَا أَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَلَا أَخَرَزَهَا دِينَكُمْ فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة ويجعل ما بقى خسوة المال ثم أقبل على أولئك رخ فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم ثم أقبل على علي والعباس فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك؟ قال يا نعم فلما ترفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي بكر أنا وبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجد أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك وأطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبي بكر ربي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورف ما تركنا صدقة فالله يعلم إنه لصادق دار راشد كيدي عنه الحق فوليها أبو بكر فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فوليتها ما شاء الله أن أبيها فجئت أنت وهذا وأنتما جميعا وأمركم واحد فسألت ما ميها فقلت إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تبياها بمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فأخذت ما هامي على ذلك ثم جئتما لأقضي ذلك ما بعير ذلك والله لا أقضي ذلك ما بعير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجدتما عنها فرداها إلي أخرجه من حديث الجهريدة قال الإمام أحمد حدثنا عالي وعشان قال أخبرنا معنا سمعت أن يقول حدثنا أنا صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخبرنا كان يدعى له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى فتحت عليه قريبة والنبي قال فجعل رد بعد ذلك قال فإن أهلي أعمرون أم أعطل النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطاه أو معده وكان نبي النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم كأعطاه منهم فجاءت أم أم أيمن فجعلت السوم في عمق وجعلت تقول كما والله من منا إلهي ما هو لا يعطيك هم فقد أعطى منهم أو كما قالت فقال نبي الله التي كذا وكذا قال فتقول كما وماهي قال ويقول التي كذا وكذا قال وتقول كما وماهي قال خدت أعطاه خسدت أنه خسدت أنه عشرة أمثاله أو قال قريبا من عشرة أمثاله أو كما قال رواض البخاري ومسلم من طرق عن معمر به فهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس العنمة وقد قدمنا التلام عليها في صورة الأمثال لما أغنى عن إعادته هاهنا قال الله خمي وقوله تعالى كي لا يكون دينة بين الأعنياء منكم أي جعلنا هذه المصارف لمال الخلق كي لا يبقى مأكرا وتغنوا عليها الأعنياء ويتصرفون فيها بمهض الشهوات والآراء ولا يصرفون من شيئا إلى الفقراء وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فقلوه وما نهاكم عنه فانته أي إن مهما أمركم به فتعلوه ومهما نهاكم عنه فجتمدوه فإنه إنما يأمر بخلق فإنما ينهى عن شرعه قال من أبي فاطم حدثنا يا رفض وأبي طالب حدثنا عبد الإرهاب حدثنا سعيد عن قتابة عن الخسن الأوخي عزة بن الجزار عن مسروق قال جاءت ماءة إلى بن سعود فقالت بل عنه أنك تنهى عن الواشمة والواصله أسل وجدته في كتاب الله تعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فماذه لقد تصفحت ما ديما للسطر المضحق فما وجدت فيه الذي تقول قال فما وجدت فيه وما آتاكم الوصول فخذوه وما نهاكم عنه فانتبه قالت بل قال فإني سفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والواشمة وما مصر قالت فنعلمه في بعض أفلك قال فادخلي فعذري فدخلت فنضعت ثم خرجت قالت ما رأيت بأسا فقال لها أنا خطبت يا صوة العرب الصالح فما أريد أن أخارفكم إلى ما أنهوكم عنهم فقال الأمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وعن منصور عن علقبة عن عبد الله ويضمن سعودا قال نعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتخلجات بالخص والمغيرات خلق الله عز وجل قال فبلغا من بني أسد في البيت يقال لها ثم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت تيت وتيت قال نعن ما ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله فقالت إني لا أقرأ ما بين لوحله فما يجدته فقال إن كنت قرأتيه فقد يجدته أنا قرأته وما آتاكم الرسول فخذوه وما لهاكم عنه فإنته قالت بلى قالت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلم قالت إن أظن أهلك يفعلون قالت هدي فأظني فذهبت فلم ترى من حاجتها شيئا فجاءت فقالت ما رأيت شيئا قال لو كان كلا لم تجامعنا أخرجاه في الصحيخين من خديث سفيان الخاري وقد ثبت في الصحيخين أيضا عن أمي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمن فأتوا منهم استطعت وما لهيتكم عنه فلتنبوه وقال النسائي أخبرنا يا أحمد بن سعيد حدثنا يزيد وخدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جغي عن عنه بن هباس أنه ما شكد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباع والخمتن والمقير والملفت والملفت ثم تلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فحضوه وما لهاكم عنه فأنتهي وقاله تعالى فاتقوا الله إن الله شديد العقاب فاتقوه في انتشار أوامله وتركز وعجله فإنه شديد العقاب من عصاه وخالف أمره وأباره وأتكد ما عنه زجره ونهاره للفقراء المهادرين الذين أخرجوا من ديارهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا ويبتغون فضلا من الله ورجابا وعصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين والذين تنوى الدار الإيمان من قبلهم يحضر من هدر إليهم وما يجدون في صدورهم قادة أنّا إنتي ويأثرين علىها أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشخ نفسي فأولئك هم المشبخين والذين جاءوا من دعبهم يقولون ربنا يقولون ربنا اغشب أنا والإخوال من الذين سبقونا بالإيمان ولا تبع ولا تبع في قلوبنا بلا الذين آمنوا ربنا إنك رئيخ رحيم يقول تعالى مبينا خال الفقراء المستخدقين للمال خير أنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورب آنا أي خارجوا من ديارهم وخالفوا قومهم امتعاء مرضات الله وردوانه وينصرين الله ورسوله أولئك هم الصادقون أي ها 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 الذين صدقوا قولهم بفعلهم فها ها 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 ثم قال تعالى ما دخلوا الأنصال ومبينا فضلهم وشرفهم وكامهم وعدم خسدهم وإن ساعرهم مع الخاجة فقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمره قبل كثير منهم قال عمر فإيصر خذيكا فذهبي بالمهاجرين الأولين الذهي فلهم خطهم ويحفظ لهم كرامتهم فإيصير بالأمسار خذرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم فأن يعفوا عن مسيئهم قاله البخاري هاهنا أيضا قوله تعالى يحضون من هاجر إليهم أي من كربهم وشرف أنفسهم يحضون المهاجرين ويراسونهم بأموالهم قال دماء أحمد حدثنا يزيد حدثنا حنيد عن أهس قال قال المهاجرين يا رسول الله ما رأينا مثل قيم قد إنا عليهم أحسن مواساة في قريب ولا أحسن ربنا في كثير لقد تفاهم المؤنى وأشرقونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجل كله قال لا ما أسميتم عليهم ودعوتم الله لهم لم أرهوا في الكتب من هذا الوجه وقال المخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عزف بن سعيد سنع أمس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يخط علىهم البحر قال لا إن أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها قال إذن على تصبر خطة القيام فإنه سيصيب لكم آخر تخرج بني البخاري من هذا الوجه يا قيام البخاري حدثنا الخكم المنافع أخبارنا شعيد قدثنا أبو الزناد عن الأعرض عن أبي هريرة فقال قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخير قال لا فقال أتكفون المؤنة ونسرككم في السمرة قال سبعنا وأطعنا تفرد بي دون مسلم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت أخبارنا ولا يجدونك أن تشهوا خسدا للمهادرين فيما خدرهم الله لدي من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والعطبة قال حسن البصري ولا يجدونك صدورهم خاد يعني الحسد مما أوت قال قتاب يعني فيما أعط إخوانهم وكذا قال النزل قال إما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الأمام أحمد خيف قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معنى عن الزهرية عن أمس قال كبنا دروسا من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يتلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطنع رجل من الأمصار تنطف بحيته من عضيقه قد علق نعنيه بيده الشمال فله ما كان الرجل قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل ذلك فطنع ذلك الرجل مثل المرات الأولى فلما كان في الهام الثالث قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل مقالته أي مع فطنع ذلك الرجل على مثل خام الأولى فلما قال رسول الله صلى الله عليه سلم فبعض عبد الله بن عمر بن العاص فقال إني ما حيت أبي فأقسمت أني ما أدخل عليه ثلاثة فلأ رأيت أن تؤذ إليك حتى تمضي فعنت قال نعم قال أنس فكان عبد الله يحد أنه ذكر معه تلك الليالي السلاة فلم يره يقوم من لي سيئا فقال أنه إذا تعال تقنب على شراسه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله فرأي لم أسمعه يقول إلا خير فلما مضى في الليال السلاة فكدت أن أختقر عمله قلت يا عبد الله لن يكن بين أبي غضب ولا هدرة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك شلاف مرات يتلع عليكم الآن رذل من أهل الجنة فطلعت أنت الشلاف المرات فأردت أن آه إليك لأنظر ما عملك فأقتني به فلم أردت فعمل كبير عمل فما الذي بلغ ذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا هو إلا ما رأيت فلما أوليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت فلأأني لا أهل في نفسه لأحد من المسلمين فعشا ولا أخصر أحدا على خير أعطاه الله إياه قال عبد الله فهذه التي بلغت فهي التي لا تطاق فرأوه المسائل في اليوم والليلة عن سويد بن نسق عن ابن مبارك عن معمر به وهذا إسناد صحيح على العشاة الصحيحين لا ترواه عقيد وغيره عن الزهري عن رجل عن أنس فالله أعلم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى وَلَا يَجُدُونَ فِي صُدْوِهِ خَاجَةً مِنْمَا أُوتُوا يعني مِنْمَا أُوتِيَ المهاجرون قال فتكلمت أنواربا النظير بعد من تكلم في الأنصار فعاتبهم الله في ذلك فقال تعالى فما أثى الله على رسوله منهم فما أودفت معنىه من خير ولا ركاب ولكن ما هيسلط رسله على من يشاء وما هو على كل شيء قدر قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِمَّا إِخْلَانَكُمْ كَتَّرَكُوا الْأَمْوَالَ وَالْأَوْلَادِ فَيَخَرَجِوا أُذَيْكُمْ فَقَالِوا أَمْوَالِ مَا بَيْنَا قَطَاعِعَ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَبَغَيْهَ ذَلِكْ قَالِي وَمَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَهُ الْقَوْمَ مَا يَعْرِفُونَ الْعَمَلِ فَتَكْفُونَهُمْ وَتُقَوَى السُّدُونَهُمْ الْسَمَرَ فَقَالُوا مَا لَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالِهُ تَعَالَى فَيُكْرُونَ على أنفسهم وَلَوْ كَانَ بِهُمْ خَصَاصَةَ يعني خَادة أي يُقَدِّمون المحاويد على حالة أنفسهم وَيَبْدَئُونَ بالنَّهِ قَبْلَهُمْ في حال احتياجهم إلى ذلك من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة أفضل السبقة جهد المقر وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى وَيُكَائِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهُ وَقَوْلِهُ وَآَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهُ فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به وهؤلاء أعثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع الماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأكلك فقال رضي الله عنه أبقيت لهم الله ورسوله وهكذا الماء الذي عرض على أكلمة وأصحابه يوم اليعموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريفا مثقا أحوج ما يكون إلى الماء فرده الآخر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم وقال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا أبو أسامة حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي غريرة قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وصابني جهد فأرسل إلى نسائه فلم يجب أن بهن شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رجل يضيف هذا الليل رحمه الله فقال رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله فقال لمرأته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه شيئا فقالت وماه ما عندي إلا قوت الصبية قال فإذا أرام الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطف إسراج ومطيب توننا الليلة ففعلت ثم هذا رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عدم الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة وأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة وكذا رواب البخاري في موضع آخر ومسلم والتلمذي والنسائي من طرق عن فضيل بن عزوان به نحوه وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة رضي الله عنه وقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أي من سرم من الشح فقد أفلح وأنجح قال أحمد هدثنا عبد الرزاق أخبرنا باعود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلمة فإن الظلمة ظلمات اليوم القيامة وابتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دناءهم واستحلوا محارمهم انفرد بإخراجه المسلم فرواه عن القانبي عن باعود بن قيس به وقال الأعمة وشعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عمر قعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات اليوم القيامة وابتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وإياكم والشحة فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالفدور ففجعوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ورواه أحمد وأبو دعود من طريق شعبة والنسائي من طريق الأعمش كلاهما عن عمر بن مرة به وقال الليث عن يزيد بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن صفواه بن أبي يزيد عن القعقاء بن الجلاح عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع عبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان أخبرنا ابن المبارك حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال جاء ربا إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت فقال له عبد الله وما ذاك قال سمعت الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأنا رجل شخيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا فقال عبد الله ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآن إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل وقال سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن آل الهياج الأسدي قال كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول اللهم قيمي شح نفسي لا يزيد على ذلك فقلت له فقال إني إذا أوقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوش رضي الله عنه رواه بن جرير وقال ابن جرير حدثني محمد بن إسحاق حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا نجمع بن جارية الأنصاري عن عمه يزيب بن جاريه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بارئ من الشح من أبى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة وقاله تعالى والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اوفر لنا ربنا اوفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقرائهم من مال الفيء وهم المهاجرون فيهم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان كما قال في آية ضراء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة الذعون لهم في السر والعلانية ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة والذين جاءوا بعدهم يقولون أي قائلين ربنا اوفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا بالله أي بعضا وحسدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وما أحسن واستنبط الإمام المالك رحمه الله من هذه الآيات الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ربنا اوفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال ابن أبي حاتم حدثنا نوسى بن عبد الرحمن المسرقي حدثنا محمد بن رش حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهنجر عن أبيه عن عائشة أنها قالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم ثم قرأت هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اوفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية وقال إسماعيل بن علية عن عبد الملك بن عمير عن مسروق عن عائشة قالت أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتلوهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها رواه البغوي وقال أبو داود حدثنا مسبب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن الزهري قال قال عمر رضي الله عنه وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب قال الزهري قال عمر رضي الله عنه هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وقرى قرينة وكذا وكذا مما أفاء الله على رسوله من أمن القرى فلله وللرسول ولذي القربى والوتامى والمساكين وبن السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآوة الناس فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له فيها الحق قال أيوب أو قال حظ إلا يبعض من تندكون من أرقائكم كذا رواه أبو داود وفيه انقطاع وقال ابن جريب حدثنا عبد الأعلى حدثنا أبو ثور عن معمر عن أيوب عن أكرمة ابن خالد عن مالك ابن أوسي بن الحدثان قال قرأ عمر بن الخطاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بله عليم حكيم ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ واعلموا أن ما غمتم شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولد القربى الآية ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى حتى بله للفقراء والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا بعدهم ثم قال استوعدت هذه المسلمين عامة وليس أحد إلا وله فيها حق ثم قال لئن عشته ليأتين الراعي بسر حمير نصيب فيها لم يعرق فيها دبينه ألم تر إلى الذين مافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وإن أخرجتم لنخرجن معكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصر أنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأببار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في سدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى مخصمة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليا كمثل الشيطان إذ قال لي إن سأكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بن النظير يعيدونهم النصر من أنفسهم فقال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نكيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون أي لكاذبون فيما وعدوهم به إما لأنهم قالوا لهم خولا ومن نيتهم أن لا يفو لهم به وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوه ولهذا قال تعالى ولين قتلوا لا ينصرونهم أي لا يقاتلون معهم ولين نصروهم أي قاتلوا معهم لينلن الأدبار ثم لا ينصرون وهذه بشارة مستقلة من نفسها ثم قال تعالى لأنتم أشد رهبتان في صدورهم من الله أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله كقوله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ولهذا قال تعالى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ثم قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى مخصنة أو من وراء جدر يعني أنهم من ذبنهم وعلىهم لا يقدرون على مواجهة جيس الإسلام بالمبارزة والمقابلة بل إنا في حصون أو من وراء جدر مخاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة ثم قال تعالى بأسهم بينهم شديد أي عداوتهم فيما بينهم شديدة كما قال تعالى ويذيق بعضكم بأس بعض ولناذا قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف قال إبراهيم النخعي يعني أهل الكتاب والمنافقين ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ثم قال تعالى كمثل الذين من قللهم قليبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أمير قال مدعب بن السدي ومقاتل بن حيان يعني كمثل ما عصاب كفار قريشي يوم ذدر وقال ابن عباس كمثل الذين من قللهم يعني يهود بني قينقاع وكذا قال قتابة ومحمد بن إسحاق وهذا القول أشبه بالصواب فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا وقوله تعالى كمثل الشيكاء إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعهدوهم النصر من المنافقين وأقول للمنافقين لهم لإن قتلتم لنا وصرنكم ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول الإنسان والعياذ بالله الكفر فإذا دخل فيما سوله له تبرأ منه وتنصر وقال إني أخوث الله رب العالمين وقد ذكر بعضهم هنا قصة لبعض أبادي بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل لا أنها المرابة وحدها بالمثل بل هي منهما غيرها من الوقارة المشاكلة لها فقال ابن درير حدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا مضر بن شميل أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عبدالله بن نهيك قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ابن راهبا تعبد ستين سنة وإن الشيطان أراده فعياه فعمد إلى امرأة فأجنها ولها إخوة فقال لإخوتها عليكم بهذا القس فيداويها قال فذاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده فبينما هو يوما عندها إذا أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب أنا أصاحبه إنك أعييتني أنا صنعت هذا بك فأعطعني عندك مما صنعت بك فاسجدني سجده فسجد له فلما سجد له قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فذلك قوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وقال وقال ابن جرير وقال إخوة إخوة وكان التأوي بالليل إلى صومعة الراهب قال فنظر الراهب ففجر بها فحملت فأتاه الشيطان فقال له اقتلها ثم دفنها فإنك رجل مصدق ليسمع قولك فقتلها ثم دفنها قال فأتى الشيطان إخوتها في المنال فقال لهم إن الراهب صاحب السامة فاجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا فلما أصبحوا قال أظلم منهم الله لقد رأيت الباريحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك قالوا لا أقصها علينا قال فقصها فقال الآخر وأنا وماه لقد رأيت ذلك فقال الآخر وأنا وماه لقد رأيت ذلك قالوا فأناه مع هذا إلا لشيء قال فانطلقوا فاستعدوا الملكهم على ذلك الراهب فأتيه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقه الشيطان فقال إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه قال فسجد له فلما أتوا به مالكهم تبارى منه وأخذ فقتل وكذا روي عن ابن عباس وطاوس ومقاطر ابن حيان نحو ذلك واشتعر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو باسيصا فماه أعلم وهذه قصة مخالفة لقصة جعيج العابد فإن جعيجا اتهمته امرأة بغي بنفسها وادعت أن حملها منه وعفعت أمرها إلى ولي الأمر فأمر به فانزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول ما لكم ما لكم قالوا يا عدو الله فعلت بهذه المرأة كذا وكذا فقال دريج اصبروا ثم أخذ ابنها وهو صغير جدا ثم قال يا غلام من أبوك قال أبي الراعي وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه فلما رأى بنه إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيما بليغا وقالوا نعيد صومعتك من ذهب قال لا بل أعيدوها من كين كما كانت وقوله تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها أي فكان عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له ومصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين أي جزاء كل ظالم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَمَ اتَّقُنَّاهَا أَلْتَانْظُرْ نَحْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَرِهِ وَاتَّقُنْ لَهِ إِنَّ اللَّهَمَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَا تَكُونُمْ كَالَّذِينَ نَسُلَّنَهُمْ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمْ فَاسِقُونَ لَا أَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الفائزون قال الإمام أحمد هدثنا محمد بن جاثر هدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاظ مراه محتار النمار أو العباء متقلدي الشيوف عامتهم من ندر بل كلهم من ندر فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة قال فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فشلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية وقرأ الآية التي في الحش والتواظر نفس ما قدمت لغر تصدق رجل من ديناره من ذرهانه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهل الوجه كأنه مذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سم في الإسلام سنة حسنة فله أدرها وأدر من عمل بها بعده من عير أن ينقذ من أذورهم شيء ومن سم في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من عير أن ينقذ من أذورهم شيء انفرض بإخراله المسلم من حديث شعبة بإسناده مثله فقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَا مَنُتَّقُمْنَا أَمْرٌ بِتَقْوَاهُ وَهُوَ يَشْمَلُ فِأَنَ مَا بِهِ أَمَرٌ وَتَرْكَنَا عَنْهُ زَجَرٌ وقوله تعالى وَإِلْ تَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدْمَتْ لِرَدْءٍ أي حاسنوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخلتم لأنفسكم من الأعمار الصريحة اليوم معاذكم واردكم على أربكم واتقوا الله تأكيد فان إِنَّا مَا خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أي يعلموا أنه عالم بجموع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافية ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حكير وقوله تعالى وَلَا تَكُرُنُوكَ الَّذِينَ مَسُوا مَا فَأَنْسَوْهُمْ أَنْفُسَهُمْ أي لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل المصلح لأنفسكم الذي ينفعكم في معاذكم فإن الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالى أولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله الهاركون يوم القيامة الخاسرون يوم معابهم كما قال تعالى يَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنْهُنَا تُرِهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وقال الحافظ أبو القاسم التمراني حدثنا أحمد بن عبد الوهاد بن نجدة الحوطي حدثنا المغيرة حدثنا جرير بن عثمان عن نعيم بن ناحة قال كأنا في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أما تعلمون أنكم تأدون وتروحون لأجل معلوم فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فلوفعل ولم تنال ذلك إلا بالله عز وجل إن قوما جعلوا آجا لهم لأمرهم فنهناكم الله عز وجل أن تكونوا أنفا لهم ولا تكونوا كالذين نص الله فأنساهم أنفسهم أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشطة والسعادة أين الجبارون الأولون الذين بنوا النبائم وحصنوها بالحوائق قد صاروا تحت السخر والآبار هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيئوا منه ليوم ظلم واستضيئوا بسمائه وبيانه إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى إنهم كاموا مسارعون في الخيرات ويضعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشيين لا خير في قول لا يراد به رجع الله ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ولا خير في من يغلب جهله حلمة ولا خير في من يخاف في الله للمتلائم هذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات وشيخ جليل ابن عثمان وهو معين ابن نمحة لا أعرفه بنث ولا إثبات غير أن أبا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ جليل كلهم ثقات وقد رأى لهذه الخطبة شاهدا من وجوه أخر والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة وقاله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة كما قال تعالى أم حسب الذين جترحوا السيئات أن ندع لهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مخياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيب قليلا ما تتذكرون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار في آيات أخر دالة على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجار ولهذا قال تعالى ها هنا أصحاب الجميع هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا نتصدع من خشية الله وتلك الأمكال مضربها لما فين عنه يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهم العزيز الجباع المتكبر سبحان الله عما نشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قبره وأنه ينبهي أن تخشى له القلوب وتتصدع عنه سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعي بالأكيد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ما رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أي فإذا كان الجبل في غوظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتذبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل فكيف أليق بكم أيها البشر يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه ولهذا قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال لو في عن ابن عباس في قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ما رأيته خاشعا متصدعا إلى آخرها يقول لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع ثم قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وكما قال قتابة وابن جليل وقد ثبت في الحديث المتواتذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمي له المنبر وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جاني جذع من جذوع المسجد فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن السبيل الذي يسكت لما كان أسمع من الذكر والوحي فعنده ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن المصري بعد إراده فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلاما وفهمته لخشعت وتصدعت من خشيته فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم وقد قال تعالى ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى الآية وقد تقدم أن معنى ذلك أي لكاء هذا القرآن وقد قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يتمن خشية الماء ثم قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب عيره ولا إله للهجوم سياه وكل ما يعمد من دونه فباطل وأنه عالم الغيب والشهادة أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير حتى الذر في الظلمات وقوله تعالى هو الرحمن الرحيم قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير بما أغنى عن إعادته هاهنا والمعاد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات فهو رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما وقد قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون ثم قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك أي الملك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة وقوله تعالى القدس قال وهب المنبه أي الطاهر وقال مجاهد وقتاب أي المبرك وقال المدعيج تقدسه الملائكة الكرام السلام أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله وقوله تعالى المؤمن قال الضحاق عن ابن عباس أي أمن خلقه من أن يسلمهم وقال قتاب أمن بقوله إنه حق وقال ابن زيد صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به وقوله تعالى المهمين قال ابن عباس وغير واحد أي الشاهد على خلقه بأعمالهم لمعنى هو رطيب عليهم كقوله فالله لا كل شيء شهيد وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون وقوله أفلا هو قائم على كل نفس بما كسبت الآية وقوله تعالى أن عزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهر وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه ولهذا قال تعالى الجباه المتكبر أي الذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر ألا لعظمته كما تقدم في الصحيح العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازع واحدا منهما عذبته وقال قتابه الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء وقال ابن جرير الجبار المسلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم وقال قتابه المتكبر يعني عن كل سوء ثم قال تعالى سبحان الله عما يشرك وقاله تعالى هو الله الخالق البارئ المصود الخلق التقدير والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئا رتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل قال الشعر وانده آخر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد فالخلق التقدير والفري التنفيذ ومنه قال قدر الجلاد ثم فرع أي قطع على ما قدره بحسب ما يريده وقوله تعالى الخالق البارئ المصور أي الذي إذا أراد شيئا قال له كون فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار كقوله تعالى في أي صورة ما شاء أركبك ولهذا قال المصور أي الذي ينفذ ما يريد إجابة على الصفة التي يريدها وقوله تعالى له الأسماء الحسنى قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف ونذكر الحديث المغرية في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وطر محب الوطر وتقدم سياق التنفي وذنماجه له عن أبي هريرة أيضا وزاد بعد قوله وهو وطر يحب الوطر والنظر للتنفي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الرفار القهار الوهناب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العبد اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيد الحسيب الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الدائث الشهيد الحق الوكير القوي المتين الولي الحميد المبص المدئ المعيد المحي المميط الحي القيوم الواجد الواجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف وسيط الجامع الغني المعنى المعطي المعنى الضار والنافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصدور وسياق ابن ماجه بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير وقد قدمنا ذلك بسوطا مطولا بطرقه والفاذ بما أغنى عن إعادته هاهنا وقوله تعالى يسبح له ما في السماوات والأرض كقوله تعالى تسبح له السماوات السرع والأرض وما فيهم وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن كان خريما غفورا وقوله تعالى وهو العزيز أي فلا يرام جنابه الحكيم في شره وقدره وقد قال الإنام أحمد هدثنا أبو أحمد الزبيري هدثنا خارج يعني بن طهمان أبو العلاء الخفاف هدثنا نافع بن أبي ناثة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسبح ثلاث مرات أعوذ بالله بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكر الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة ورواه التلمذي عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري به وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه آفر تفسير سورة الحشر ولله الحمد والمنى وفيما تبقى من الشريط لنكم ما تلسر من تفسير سورة الممتحنة تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية الصفحة الرابعة الأربعون والثلاثمئة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالنودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالنودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يفقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وردوا لي تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بشير كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب ابن أبي بلتع وذلك أن حاطب هذا كان رجلا من المهاجرين وكان من أهل ببر أيضا وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لأثمان فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلها العهد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لعزوهم وقال اللهم مع من عليهم خبرنا فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لدعائه فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمه أخبرني حسن بن محمد بن علي أخبرني عبد الله بن أبي رافع وقال مر إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع علي رضي الله عنه يقول معثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والنقباد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعين معها كتاب فخذوه مننا فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا روضة فإذا نحن بالضعين قلنا أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين السياب قال فأخرجت الكتاب من عقاشها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعى إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال لا تعجل عليه إني كنت مرأة مبسقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا عبا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم فقال عمر دعني أضرب وألق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهكذا أخرجه الجناعة إلا ابن ماجة من غير وجه عن سفيان ابن علينة به وزاد البخاري في كتاب المرازي فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال في كتاب التفسير قال عمر ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال لا أدري الآية في الحديث أو قال عمر قال البخاري قال علي يعني ابن المدينة قيل لسفيان في هذا نزلت لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فقال سفيان هذا من حديث الناس حفظته من عمر مات أكتله حرفة ولا أرى أحدا حفظه غيري وقد أخرجم في الصحيحين من حديث حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثب والزبير ابن العوام وكلنا فارس وقال انطلقوا حتى تأتوا رودة خاخ فإن بهم رأى من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعب إلى المشركين فأدرقناها تسير على أبائين لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معي كتاب فأنقناها فالتمسنا فلم مع كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أي لنجردنك فلما رأت الجبة أهوت إلى حدزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني لأضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت قال حاطب والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهلي وماله فقال صدق لا تقول له إلا خيرا فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فالأضرب عنقه فقال أليس من أهل بذر فقال لعن الله قد اطلع على أهل بذر فقال أعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم هذا رفض البخاري في المغازي في غزوة بذر وقد رؤيا من وجه آخر عن عني قال ابن أبي حاتب حدثنا عني بن الحسن الهسن جاني حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان هو سعيد بن سنان عن عمر بن مره الحمري عن أبي إسحاق البحتري الطائي عن الحارث عن علي قال لما أعراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة أسر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة منهم حاطب بن أبي بلتع وأفشى في الناس أنه يريد خيبر قال فكتب حاطب بن أبي بلتع إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريدكم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو عماثب وليس منا روض إلا وعنده فاس فقال إيتوا روضة خاخ فإنكم ستلقون بها مرأة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لها هات الكتاب فقالت ما معي كتاب فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعها فقال أبو مرثب لعله أن لا يكون معها فقلت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا فقلنا لها لتخرجينه أو لنعرينك فقالت أما تتقون الله ألست المسلمين فقلنا لتخرجينه أو لنعرينك قال عمر بن مرة فأخرجته من حجزتها وقال حبيب بن أبي ثابت أخرجته من قبلها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الكتاب منحاطب بن أبي بلتعه فقام عمر فقال يا رسول الله خان الله وعسوله فأذلي فلأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا قالوا بلى قال عمر بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعدائك عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير ففاضت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال يا حاطب ما حملك على ما صنعت فقال يا رسول الله إني كنت امرأة ملسقا في قريش وكان لي بها مال وأهل ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله فكتبت بذلك إليهم قال الله يا رسول الله إني لنؤمن بالله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق حاطب فلا تقولوا لحاطب إلا خيرا وقال حبيب بن أبي ثابت فأنزل الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُونِي وَعَدُّوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تُرْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ الآية وهكذا رواه ابن جبير عن ابن حمين عن مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان بإسنابه مثله وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسيعة فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيعة حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة ابن الزبير وغيره من علمائنا قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعت كتابا إلى قويش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه مرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة وزعم غيره أنها سارة مولاه لبني عبد المطلب وجعل لها جعلا على أن تبلغه لقويش فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال أدرك امرأة قد كتب معها حاطب كتابا إلى قويش يحذرهم ما قد أجمعنا لهم من أمرهم فخرج حتى أدركاها بالحليفة حليفة بن أبي أحمد فاستنزلاها بالحليفة فالتمس في رحلها فلم يجد شيئا فقال لها علي بن أبي طالب إني أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبنا ولا تخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك فلما رأت الجد منه قالت أعرض فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال يا حاطب ما حملك على هذا فقال يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت برأة ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة وكان لي بين عظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليه فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعن الله قد اطلع إلى أهل بدل يوم بدل فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله عز وجل في حاطب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمربة إلى قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وأبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر القصة وروا معمر عن الزهرية عن عروة نحو ذلك وهكذا ذكر المقاتل بن حيان أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتع أنه بعث سارة مولاة بني هاشم وأنه أعطاها عشرة دراهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في أثرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأدركاها بالجحفة وذكرتنا من القصة كنحو ما تقدم وعن السدي قريبا منها وهكذا قال الأوفي عن ابن عباس ومجاهد وقتابة وغير واحد أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة فقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَا أَتُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقُّ يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله والمؤمنين الذين شرعوا عداوتهم ومصارمتهم ونحن أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء كما قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وهذا تهديد شديد ورائد أكيد وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَنَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ أَوْلِيَاءَ واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ من دون المؤمنين أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وقال تعالى لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه ولهذا قبل رسول الأن صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصنعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد بهذا القدر من سورة الممتخنة ينتهي تسجيل طير سورة الحش لابن كثير قراءة أحمد عزت انتهت هذه المال ولكم تحيات أسوانكم بشبكة الألو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة